منتصر ما هي أبرز الأفكار التي استوقفتك أثناء إنتاج فود بلادي يعني 30 حلقة أكيد أنه كانت هناك لحظات مميزة لحظات مشرقة أثرت فيك وتركت فيك أثارا ما فود بلادي أولا إحنا ما تنبيعوش وصفة فود بلادي عندها واحد رؤية وهي إنسانية مشينا عند هاد أمهر الطباخي اللي كانين في المغرب وحنا نعرف بأن رمضان في 30 يوم وحنا ندرنا 30 حلقة هذا اللي يعني أن المغرب في 30 طباخ يعني كان المئات والمئات وتنواعدهم بأن إن شاء الله يكون موسم ثاني وثالث كانوا لي لقاءات مع الشيف أو نجوم المطبخ وكذلك لدادا دادا لي هادو خداو هاد الارت ديال المطبخ المغربي ومشا من الجنيراسيون الجنيراسيون كان عندي لقاء مع واحد الشاف كويزيني اللي أطر فيها لأنه ساعة قبل من غنصوره فضل أنه ما يكونش معنا لأنه يومين قبل تعرف بأنه عنده واحد المرض واحد إعاقة وقال لي ما غندوش ونكي نحن شرحنا له بأن المرض أو الإبداع ما عنده حدود وقنعنا أنه يجي معنا في البرنامج ومن يشجلنا الحلقة بعد تصل بي وقال لي شكرا عطيتوني واحد شوحنة جديدة في الوقت اللي قررت أنني غني البعد عن المطبخ وغادي نبقى في الدار ديالي تنتنت المرض ديالي إذن هذا هو فود بلادي